السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة حكايات قصتنا اليوم بعنوان لص الدجاج أرجو أن تنال إعجابكم كان يوجد رجل يسمى سومو وله امرأة تسمى قلالة لقد خلق الله سومو من النوع الذي لا يكره شيئا كما يكره أن يأكل الطعام وحده وقد تعود أن يدعو جاره على الطعام وكان هذا الجار كثيرا نميمة فكان دائما يقول إن قلالة لا تجيد عمل الحساء فحساؤها دائما كثير الملح مما يجعلها تضيف إليه الكثير من الماء فلما لاحظ سومو أن نميمة جاره قد زادت عن الحد كف عن حمل الطعام إليه وتعود أن يخرج إلى الطريق ويبحث عن أي ضيف ويأتي به إلى المنزل ليأكل الطعام معا وكانت قلالة لا تحب هذه العادة في زوجها لأنها على سبيل المثال عندما كان يذبح دجاجتين يكون أقصى نصيب قلالة فغدة منها لأن سومو كان يحمل الدجاجتين معا ويقدمهما للضيف الذي يدعوه وقد حاولت كثيرا منعه من هذه العادة دون جدوى لذلك أقدمت على أن تأكل نصف الدجاجة إذا قدمها إليها لتطهيها وإذا قال لها سومو شيئا تدعي أنها احترقت أو تقول أنها دخلت الحجرة لتحضر إناء وقبل أن تخرج وجدت القطة أكلت نصف الدجاجة وسبب هذا التصرف هو ما كانت تعانيه قلالة كل يوم ولكن لما جبل عليه زوجها من الصبر لم يقل لها شيئا وذات يوم وجد سومو مالا فذهب إلى السوق وبحث عن دجاجتين كبيرتين واشتراهما وتسوق وعاد إلى المنزل وطلب من قلالة أن تحمر الدجاجتين معا فقامت بعد أن أعدهما لها ووضعتهما في الإناء وبدأت تحمرهما وما أدراكم الدجاجتان السمينتان فقد ملأت دهن الإناء وأخذ صوت التحمير يملأ الحجرة إذا قلبتهما واستولى عليها الشوق للدجاج لقد تسمر عيناها واللحم كأنها ذئبا رأى فريسة وأخذ لعابها يسيل فمدت إصبعها لتذوق ما إذا كان الملح مناسبا أم لا فشعرت أن طعم الأكل قد سيطر عليها فقالت هاتان الدجاجتان نضجت اليوم بسرعة ورغم أنهما دجاجتان فإن النصيب لن يزيد عن فغدة واحدة منها لقد حيرني طبع هذا الرجل واستمرت في تحمير الدجاجتين وقد انتشرت رائحتهما وحاولت أن تصبر ولكنها عجزت عن الصبر وقبل أن يتم تحميرها كانت قد أكلت نصف دجاجة ونزلت وذهبت إلى زوجها وأخبرته أنها حمرتهما فقال لها سومو وهو كذلك خذي فغدة واحدة لك واحفظ الباقي حتى أخرج وأبحث عن ضيف قالت كلالة وهو كذلك وخرجت وأكلت الفغدة التي قال أنها من نصيبها وجلست تحدق في الباقي والسمن يقتر منها وخرجت تطل من باب المنزل لعل زوجها يأتي بضيف فلم ترى أحدا فعادت إلى الدجاجتين تحدق فيهما ثم قالت لقد احترق الجناحان منذ قليل فلآكل الجناحين الآخرين حتى تتساوى الدجاجتين فلا يدركهما رب البيت ثم أمسكت الجناحين وشدتهما والتهمتهما وخرجت مرة أخرى إلى الممر لترى لعل زوجها قد وصل فلم ترى أحدا فعادت ووقفت أمام الإناء الذي تضع فيه الدجاجتين وقالت هل رب البيت سيأتي هالدجاجتين قد بردت إذا جاء يا كلالة الآن ورأى هذه الدجاجة قد نزعت جناحيها وسألني ماذا أقول له الأفضل أن آكلها كلها وإذا سألني عنها أقول إن قطة البيت قد سرقتها ثم جلست وأكلتها كلها وجمعت العظم ورمته في الخلاء وعادت إلى باب الممر لتنظر زوجها فلم تره فعادت تقول في نفسها ترك الطعام ليبرد ويجعله من نصيب الغير هيا أخذ فغدة واحدة ليرتاح الجميع وإذا عاد ليكن ما يكون ثم أخذت دجاجة وأكلتها وذهبت إلى الزير وملأت الإناء وشربت وقالت الحمد لله ليكن ما يكون وبعد أن جلست إذ برب البيت يدخل فقال لها بسرعة تطحن الفلفل وانثريه على الدجاج تعرفين اليوم بردا ولا شيء أكثر فائدة من التوابل فقالت كلالة لا بأس انتظرني قليلا ودخلت الحجرة تفكر فيما ستقوله لزوجها عما حدث للدجاج وأثناء وجودها في الحجرة أخذ سوم السكين وقصد المسن وأخذ سنها حتى تكون حادة فيقطع الدجاجة أجزاء صغيرة عندما تحضرها زوجته وبينما كان سوم يعاني من سن السكين سمعت كلالة شخصا يستأذن فنظرت إليه وأبدت الدهشة وقالت أأنت الضيف أأنت الذي استدعاك رب البيت وجئت لتأكل الطعام فقال الضيف نعم جازاكم الله خيرا فقالت كلالة اذهب بسرعة يا غبي أنت لا تعرف ما في الأمر هل تظن أن رجلا عاقلا يخرج إلى الشارع ويبحث عن ضيف ليأكل خذ الطريق بسرعة وانجو بنفسك ألا تسمعه هناك يا سن السكين سيقطع إحدى أذنيك إنه يفعل ذلك كل يوم إنه مجنون فلما أنصت الضيف سمع سوم يا سن السكين فوضع ذيله بين أسنانه واندفع في الجاري وأسرعت كلالة إلى زوجها وقالت تدعو كل من هب ودب دون أن تعرف نوع الناس الذين تدعوهم إلى المنزل فقال لها سوم ماذا حدث فقالت كلالة إن الضيف ما كاد يرى الدجاج الذي نثرت عليه التوابل حتى رأيته يهب قائما ويخطفه ويجري بهما ها هو هناك يجري متجها إلى السوق غضب سوم وقال لعن الله بن الحرام أبناء هذا الزمان لا يستطيع الإنسان أن يجادلهم ألا يترك لي ولو واحدة لأجد ما آكله أيأكل هاتين الدجاجتين الكبيرتين وحده دعيني أنظر لعلي أراه نقتسمهما معا وأسرع إلى الممر يتطلع إليه وإذا بالضيف يجري مسرعا وكأنه يصابق الريح فقال سومو يا صديقي انتظر بالله عليك أعطيني ولو واحدة والله زوجتي لم تذقها وكأن الضيف لم يسمع شيئا وأخذ يجري فقالت كلالة للزوج اتباعه بسرعة أنا على يقين أنه لن يستطع الهرب منك كل هذا التعب الذي عانيته يذهب هباء لم أتذوق واحدة منهما أنت تعرف أنه أخذ حقنا وأخذ سومو يجري وراء الضيف والسكين في يديه ويناديه قائلا بالله انتظر أريد واحدة فقط وأترك لك الباقي وكان الضيف يظن أن سومو يقصد أن يقطع أذنا واحدة فقط ويترك له الأخرى فالتفت فرآه يجري وراءه رافعا السكين في يده لذلك أخذ يزيد من سرعته وأخذ يفر من سومو وكأنه لا يسمع ولا يرى فلما أدرك سومو أنه لا فائدة من الرقض استدار وعاد إلى منزله والسكين في يده وهو يقول حزبي الله حزبي الله فلما رأته زوجته عائدا يسب ويلعن قابلته وقالت هل أعطاك هذا ما كنت أحذرك منه دائما فقال لها سومو لم ألحقه هذا الملعون يجري جريا من يره يدرك أنه رجل عجوز ولكن إذا دفع في الجري أشعر كأن قدميه لا يمسان الأرض دعيه يأكلهما لن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة حزبي الله ومنذ ذلك اليوم لم يدع سومو أي إنسان ليأكل معه الطعام طالما أن الدنيا تغيرت وأن المساكين لم يعد فيهم الصديق وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة وإلى لقاء آخر وحكاية جديدة دمتم سالمين